هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت مالك مش عجبيتك الأسئلة ايش مش طبيعي الأسئلة هذه الأسئلة لي فمفروض تكوني مبسوطة أنها صعبة سوف أحاول أسعب كيف صعبة إذا النظام هيك؟ صعبة تقول لي والله مش كثير صعبة بس يعني أتوقع أن صعبيتها عليك ومسهلتها عليك سأشرح لك التحدي بشكل سريع وأشرح لإخوان المشاهدين اللي عم بتابعونا هم 20 سؤال ستسأليني أنت عشر أسئلة وأنا أسلك عشر أسئلة ونشوف مين راح يغلب الثاني تحدي بسيط جداً جاهزة؟ كيف معلوماتك العامة؟ مصنص أنا والله مصنص ساعات تحكين أنها معلوماتك العامة ممتازة يعني ما بعرف دعنا نشوف هل تحب أن تبدأ بالأسئلة أو أنا أبدأ بالأسئلة؟ لا أبدأ أنت طيب قبل أن نبدأ مع بعض بالأسئلة هناك جرس يجب أن يرن لنا فأنا أريد أن أخذك مرايها هنا وأشوف مين ربح معنا ونأخر هنا على البوكس الموجودة معي آخر كومنت لما نرن الجرس راح يثبت عنا على السوشال ميديا لازم تكون عامل شير لللايف تبعنا نشوف مين ربح معنا أنا أختار التحت راح أختار هذا البوكس وأشوف شو الجوائز اللي ربحها معنا آخر كومنت آخر كومنت ربح معنا حجز يوم مقدم من مزرعة هواي وجبة لأربع أشخاص مقدمة من مطعم هاكونا متاتا وقسيمة شراء بقيمة 15 دينار مقدمة من محمص القيسي شكراً لكل اللي بقدمون لجوائز شكراً مرتاني لطقس العرب قو على الجوائز الرهيبة اللي بقدموننا إياها ورح نرجع مع بعض نكمل أو نبلش تحدينا مع الزميلة الإعلامية الرائعة لانا الكسوس لانا معك أول سؤال شو بقولك يا ستة العزيزة قول يناير أي شهر بالسنة لا أقول بالله راح أعطيكي خيارات آيس حلو؟ شهر واحد أم شهر أربعة أم شهر ستة يناير أنا بتعرف شو مشكلتنا بنا عرفهمش بالعربي أقسم بالله لا بعرف بكانون الثاني ولا بعرف بإلوان سالث مرح لا عرفهمش باليناير هيك يناير اختار إيه يعني جانيوري ممكن مع بعض واحد صح ما اليوم بالمية الله عليك إيه إيه بالمية السؤال عندك ستة يوم سأنا بنقيلك سؤال صعب مع أنه كلهم صعبين نجيلي اللي بدك إيه من قائل هذه الأبيات إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد للليل أن ينجلي ولابد للقيدي أن ينكسر أبو القاسم الشابي اطلع درجات أصلي تمام بيه بالمية شو فيه هذا السؤال ما هو العضو الموجود بجسم الإنسان الذي يسمى بالحوصل الصفراوية الخياراتك الآتي اللسان حلو الكبد أم المرارة لا المرارة 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 الله عليك لنا لا طبعا المرارة فاخمين طلع الدرجة عندك السؤال ستة كم لون يتكون علم جيبوتي ها حبيبة الله ها ها فضل قلتلك سعاد ما ردت عليه هات الخيارات طيب طيب الخيارات بتقولك أخضر أحمر أزرق وأبيض أخضر أحمر أزرق وأبيض أخضر أحمر أزرق وأبيض أخضر أحمر أزرق وأبيض جواب رقم اثنين أحضر أحمر أبيض طلي وأربعة يعني حلو والله انك في اخمي ساعة تيني والله انك مردتني لأنا طيب أوكي ستة العزيزة السؤال بيقول ما هي جنسية اللاعب كريستيانو رونالدو انتي والرياضة شكلك مش بزير على فكرة أنا والرياضة يعني بعد السماء عن الأرض لما كنت مثلا أروح أقدم المباريات مباريات الفيصلي والوحدات والمباريات المنتخب الوطني وهيك شفت اللي فايت امتحان توجيهي زي اللي فايت امتحان توجيهي طيب بس خلص يعني بدأ أجرب أشوف ولا إلي علاقة لا في مباريات ولا في غير نعرف انك مدريدية بتحب ريال مدريد صح يعني إذا انت بدك هيك يعني خلاص وكما الشياء ماشي كريستيانو رونالدو ستة العزيزة ستة العزيزة كاركي ام برتغالي ام من خلدة يعني مش عشان جبناك عنه على الكاركتر من البينة مش عشان ناسبتكو يعني لا لا ايما شو الخيار الثاني قلتلي برتغالي كاركي برتغالي الله عليك يطلعكم على درجة على قولتك يا الله ستة السؤال عندك أين تقع مدينة تعز سهلة باليمن اتوقع شمالية اليمن لا تتوقع خليك بس في اليمن خلينا في اليمن خل الجنوبية اليمن تعز خلص 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 سؤالك يقول ما هي عاصمة الجزائر عاصمة الجزائر 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 من فيلم الباشا تلميذ كريم عبد العزيز لا تقول لي مش شايفهم قبل والله ما انا شايفهم والله ما انا شايفهم والله ما انا شايفهم انت كمان اكتبع افلام تحضر والله الباشا تلميذ يعني اينا او في اي بلد تقع مدينة مصراطة ليبيا 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 الله عليك يا لانا فخمة سؤال عندك ستين ما هي عملة ايرلندا لا لا تقول لي هي عملة واحدة لكل الاتحاد اليورو اصلي اوكي في اي سنة تم تعريب قيادة الجيش الخيارات بتقولك 1956 ام 2013 ام 1930 لا اكيد الخيار الاول 1965 تعريب قيادة الجيش نعم تحياتنا لجيشنا العربي الباس اكيد عندك سؤالتي جنسية اللاعب زين الدين زيدان فرنسي يعني اكيد فرنسي وجزائري لانك انت اصلا متابع للرياضة والله فرنسي من اصلا جزائري صحي 100% السؤال بيقول يال من كم لون يتكون علم كوريا الشمالية يالس اتن ساعدك كما ساعدتين ابيض وازراء صح احمر صح الله عليك الله عليك صح مليون من ثلاثة الوان مليون في المية سؤال عندك انت اه اه ممممم شو ويّهده يالله ها اوتن خيارين شوف بلكي خسارتيني مستألتني عن يناير صح كم ترتيب شهر ذو الحجة بالأشهر الحجرية اعطيني خيارات من بعده اعطي أخيارة طيب شهر عشرة 11 أو 12 على الأغلب إنه 11 خطأ شهر 12 هاي خطأ تمام 100% من هو فارس الأغنية العربية؟ فارس الأغنية العربية شو اسمه هادا أنا بقول لك فارس كرم شو اسمه؟ فارس الأغنية عاصل إعلاني عاصل إعلاني أيوه أيوه صح مزهوط صح لا طلعت معلومات والله لا بأس بها ما هو العضو المسؤول عن تنقية وتصفية الدم من السموم والعوادم الناتجة عن عملية الأيد؟ الكلة أو الكبد؟ الكلة صح الكلة صح من هو بطل فيلم مطب صناعي؟ ما بعرش تحضرينش أفلام؟ أحمد حلمي أحمد حلمي أحمد حلمي صح طيب النتيجة هيك المفروض قدي إحنا متعادلين صح؟ لا ضل السؤال ضل السؤال عندك الثكلة هي من فقدت؟ ولدها صح ممتاز مئة بالمئة كم النتيجة يا أخوان؟ بلغونا كم النتيجة؟ الصوت طبعا فاصل سعاد صوتك فاصل فيعني نقدر أتوقع أنه أتوقع أنك أنت غلبتيني لأنه أنا في واحد غلطت فيها صح أنت في واحد غلطت فيها فيعني عشرة تسعة عشرة تسعة مفروض إلك صح صح الله يعطيك ألف عافية أهلا مئة بالمئة أهلا مئة بالمئة لنقوم أنا وإياك نتطرمنا على سحورنا عند شف أنس ونشوف شو صار ب مرحبا شهر مرحبا شهر أهلا يا أهلا شو عملنا لهم بلغو تقدر طولنا إياه ننقى لها نظر من الفرن شوف إذا أفتحت الفرن عليها راح تحبط لأنه فيها باكينج باودر هاي عجة جبنة بالفرن تمام مكوناتها بسهلة وبسيطة راح أعجلك إياهم طحين بيض باكينج باودر شوية بهارات و جبنة جاستعمل هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة